وأكد مصطفى مدبولي أن البنك المركزي يدعم من الحكومة اتخاذ خطوات مهمة لضبط السياسة النقدية خلال الأيام الماضية وأشار مدبولي إلى أنه تم الإفراج عن بضائع من الموانئ بقيمة 8.5 مليار دولار حتى العاشر من شهر يناير الجاري مضيفا أن الدولة كانت حريصة من أول ديسمبر على عملية الإفراج الجمركي للبضائع والسلع تلبية لاحتياجات السوق البنك المركزي زي ما حضراتكم تابعته وبدعم كامل من الحكومة على مدار الأيام السابقة بدأ خطوات المهمة لعودة وضبط السياسة النقدية وعودة التوازن لسعر أو لسوق الصرف للعملة الصعبة ودي خطوة كانت مهمة جدا لازم ناخدها كدولة لأن ما ينفعش احنا نتكلم على استثمار وتنمية وفيه سوق موازي لسعر الصرف وبالتالي هنا كانت القرار المهم جدا أن احنا لازم نوقف هذا الإجراء اللي مش سليم وأن يبدأ البنك المركزي ياخد كل الخطوات وبدعم كامل وبتنصيب كامل مع الحكومة للوصول أن احنا نقضي على هذه الظاهرة إن شاء الله في خلال الفترة القادمة احنا في نفس الوقت عشان نقدر يحصل هذا الموضوع وعشان ندفع بعجلة التنمية الدولة المصرية اعتبارا من أول ديسمبر كانت حريصة على إخراج أكبر حجم من المواد الخام والبضائع ومستلزمات الإنتاج من المواني اللي كانت متركمة على مدار الفترة السابقة ويمكن زي ما قلت لحضراتكم احنا من أول ديسمبر لغاية عشرة يناير وعشرة يناير ده يعني كان يوم الثلاث اللي فات احنا كنا خرجنا بضاعب تمانية ونص مليار دولار أنا عايز أقول بس إن الأربع والخميس اللي هما بدأ فيهم البنك المركزي الخطوات بتاعته احنا أفرجنا في اليومين دول وحدهم عن بضائع بستمية خمسة واربعين مليون دولار البضائع دي النهاردة احنا بنتحرك بقوة شديدة عشان كل دي حتضخ في السوق وحيبقى جزء من الهدف بتاعها للضغط غير إن احنا طبعا عملية إن المصانع كلها ترجع تشتغل بكامل طاقتها ولكن الوفرة من المنتجات وده في حد ذاته حيعمل نوع من التوازن في أسعار هذه البضائع والمنتجات اللي احنا بسبب إن احنا العديد من الأزمات اللي احنا شفناها كان عديد من المواطنين بيشتكوا من غلاء الأسعار اللي حاصل في هذه المناطق